مفاوضات في الظلام وبعيدا عن وسائل الإعلام هكذا كانت الجولات السابقة وهكذا يراد للجولة القادمة أن تكون يناقش المتفاوضون مصير شعب بأكمله ويشترطون أن تتم تلك المفاوضات بعيدا عن أعين العدسات ومعرفة ماذا يدور في الكواليس المغلقة مشاورات جنيف واحد وبييل السويسرية خلال العام الماضي سادها تعتيم إعلامي كبير ومع ذلك لم تخرج بنتيجة بينما تقول التسريبات أنه يراد لمشاورات الكويت أن تكون أيضا بلا حضور إعلامي مرافق بحسب صحيفة عكض إجراء المفاوضات بمعزل عن التغطية الإعلامية يتناقض ومبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة ويعزز مخاوف وجود صفقات تدار من تحت الطاولة تبدو الأمم المتحدة حريصة على خفض الحضور الإعلامي وتواجد الإعلاميين في أروقة المؤتمر مبررة ذلك بالتقليل من الضغوط التي يتعرض لها المتفاوضون وهي في الأصل لا تقدم أي بديل لذلك القصور يتعلق بتقديم المعلومات عبر الأطر الرسمية والبيانات والمؤتمرات الصحافية ميدانيا لا زالت توتر سيد الموقف ولا زالت الخروقات تسجل كل ساعة على الأرض غير أن الأمم المتحدة وعلى لسان الناطق باسم أمينها العام قللت من أهمية تلك التجاوزات والخروقات مؤكدة أن الهدنة لا زالت متماسكة وقابلة للصمود سلوكون يفهم من خلاله أن الأمم المتحدة تريد الوصول إلى يوم الثامن عشر من إبريد في الكويت بأية وسيلة كانت وبعدها ستسعى للوصول إلى ما بعد الكويت دون أن تقدم وصفة طبية صحيحة نظرا لاستمرارها في التشخيص الخاطئ للأزمة اليمنية والتعامل بمعايير تفتقر للكثير من الجدية والشفافية فيما يتعلق بأطراف الصراع في البلاد وحرصها على أن تكون الميليشياء التي تسببت في المشكلة جزءا من الحل ولو كان ذلك على حساب العدالة والاستقرار وتماسك الدولة